بيقول أنا متجوزة بأي لي 8 سنوات عن حب بعد 4 سنوات خطوبة يعني احنا بقالنا 12 سنة مع بعض ولكن لم أشعر معه بأي متعة أنا معايا والد عنده 6 سنين وبنتين عندهم سنتين توقم جوزي بيسافر وبييجي كل 3 شهور في السنة بس أنا كرهت ممارسة العلاقة الحميمة وبقيت بهرب منه وبنام بعيد عنه لما ببقى معاه مش ببقى مركزة في العلاقة وبقوله خلصني لو سمحت سهدين يا دكتورة هو هي قالت كم حاجة كده في القصة بس هي الحقيقة دي معطيات علمية مهمة جدا اول حاجة ان هي يعني واضح ان هي يعني بعد الاربع سنين الحب والجواز وكده فهي كانت عندها توقعات عالية جدا رومانسية وطبعا كأي شاب هو بيبقى عنده احتياجات جنسية اعلى من الرومانسية فدي بساعات بتصيب البنت في اول الجواز بصدمة ان هو بعد كل الحب ده هو عايزني عشان الغرض الجنسي او الجسدي فدي بتبقى شوية صادمة لها فبتبتدي تبقى في حالة دايما ترسل او ترقب او بشكل لا ارادي بتبقى عايزة تعاقبه على ان هو مش عايزها عطفيا زي ما هي عايزها الحاجة التانية ان هي واضح ان هي حملت على طول فطبعا حامل بقى دخلت من جواز جديد لحامل البيبي وبعدين بعد كده كمان توقم وفي خضم هذه الحياة كلها كان الزوج بيجي ربع المدة يعني هو تسع شهور برا وثلاث شهور معها فهي خلاص اتبرمجت ان هي وظيفتها في الحياة اه ام وانها مصدومة من العلاقة الجنسية اه فما بقاش فيه اللي هو البراكتس او التمرين او التدريب او الممارسة المتكررة اللي هي تبتدي تنزع منها التشنج طب ايه الحل ما نا جاي لحضرتك في كلام الحل ان هما الاتنين يروحوا لاخصائي نفسي يعني هما عندهم هما الاتنين عندهم مشكلة اه سلوك مع بعض واضح يعني اه هي ممكن تكون مش عارفة سلوك عدواني مثلا لا 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 يعني سلوك هي اه دايما في حالة ترقب وترصد وخلاص بقت عندها اه هوس بكراهية العلاقة وهو طبعا جاي من السفر معذور جدا كشاب وعايز زوجته في الحلال وكل حاجة لمدة ثلاث شهور اكيد هو عايز العلاقة بشكل كمان مستمر جدا فهو مش عارف يوصلها حتة ان هو بيحبها زائد العلاقة الجسدية وهي مش عارفة تتقبله كواحد لها الباطن مترجمه على ان هو عاوز دايما يهجم عليها كحد غرضه جسدي بعد